اشتركوا في القناة وسطى والمناطق الشرقية لكن ستكون بقوة على المناطق الغربية والوسطى قد تعطي بعض الزخات المطرية الضعيفة باقي المناطق الصحراوية شمال الصحراء والواحد ستشهد أيضا بعض الصحوب العابرة القوية أيضا أقصى جنوب بناحية أيضا تمرست باقي المناطق الصحراوية ستكون الأجواء صحوى ومشمسة ما بعد الظاهرة متابعينك كرام ستكون سحب الكثيفة بقوة على المناطق الغربية الوسطى والشرقية قد تعطي بعض الأمطار الخفيفة على المناطق الغربية على غرار ولاية سدي بالعباسة بالإضافة إلى ولاية السعيدة أيضا مناطق من ولاية معسكر وغلزان وولاية تيارت أيضا أمطار ستكون خفيفة وضعيفة نسبيا على مناطق من ولاية المدية وشمال ولاية الجلفة بعض الزخات أيضا المطارية منتظرة على ولاية بيجاية وولاية زيوزو بالإضافة إلى مناطق من ولاية جيجل أيضا ولاية قسنطينة سقهراس وولاية قلمة والأوليس ناحية ولاية بيتنا أيضا خنشلة وولاية أيضا أتبسا باقي المناطق الصحراوية ستبقى تشهد سحب كثيفة عابرة مع تسجيل بعض الأمطار المعتبرة على جنوب ولاية أدرار وولاية تمرس هذه الأمطار ستكون قوية خاصة في الفترة الليلية نمر معكم إلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء السادس من شهر أود كما قلنا سابقا ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا قد تصل إلى 47 إلى 48 درجة على ولاية أدرار وولاية غردايا بالإضافة إلى ولاية يندوف أيضا سنسجل ما يقارب 48 درجة إلى 47 درجة على ولاية بسكرا وولاية وادي سوف بالإضافة إلى ولاية ورقلا 40 درجة على ولاية بشار 39 درجة على إليزي و38 درجة على تمرس خاصة مناطق الشرقية الشرقية نحية الهقار والتصلي تقريبا درجة الحرارة على المناطق الشرقية أيضا ستكون مرتفعة إلى غاية السواحل الشرقية والوسطى قد تصل إلى 40 درجة خاصة على قسنطينة قلمة سقراس وولاية بسا أيضا وولاية عنابا سكيكدا وولاية بيجاية بالإضافة إلى تيزي وزو بومرديس قد تصل إلى 40 درجة درجة حرارة على جزائر العاصمة قد تصل إلى 33 درجة المناطق الوسطى الداخلية درجة حرارة عالية قد نسجل إلى 40 درجة على ولاية بويرة المدية بالإضافة إلى ولاية الجلفة أيضا ولاية السمسيل بالإضافة إلى منطقة 5 مليان أيضا مناطق الشلف غريزان وعسكر قد نسجل تقريبا 41 درجة 31 درجة على وهران وعينة وشتنة واتنمسان تقريبا 35 درجة على باقي المناطق الغربية على غرار سيدي بالعباس ولاية السعيدة أيضا تقريبا مناطق من ولاية النعامة نهاية المشرية البيض والأغوات سنسجل تقريبا ما يقارب 43 إلى 44 درجة وجوح حارة جدا الرياح متابعين الكرام اليوم الثلاثاء السادس من شهر أود ستكون حاضرة على ولاية إليزي ولاية تمراص بالإضافة إلى ولاية أدرار وستكون هذه الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ما تؤدي لارتفاع في درجة حرارة خاصة على المناطق الغربية التي ستكون بها أيضا الرياح قد تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة البحر سيكون هادئ وجميل إن شاء الله على المناطق الغربية الوسطى والشرقية والرأي الخضراء لكل متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته